تواعد وزير الخارجية التركي مولود شاوج أوغلو بالقيام بإجراءات صارمة في حال إقرار الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون يفرض عقوبات عسكرية على تركيا وتأتي تهديدات أوغلو ردا على نشر الكونغرس تفاصيل مشروع القانون السنوي لسياسات الدفاع والذي تضمن اقتراحا بوقف مؤقت لمبيعات السلاح إلى تركيا كما رفض الوزير التركي تحذيرات الناتو بشأن علاقة تركيا واتفاقاتها مع روسيا مشيرا إلى أنها ليست بديلا لعلاقاتها مع الغرب هذه الصواريخ الروسية والتي تعتبر من أفضل وسائل الدفاع الجوي في روسيا والعالم قد تطيح بالعلاقات التركية الأمريكية أو قد تذهب بها نحو أزمة جديدة على أقل تقدير تضاف إلى الأزمات العديدة التي شهدتها علاقات واشنطن أنقرة فبالرغم من استضافة تركيا لواحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم وهي قاعدة إنجرليك وبالرغم من عضوية تركيا في حلف الناتو إلا أن التقارب بين أنقرة وموسكو في الفترة الأخيرة بات ملحوظا وعودة إلى صواريخ الـ S-400 والتي تعتزم تركيا استلامها من روسيا أعلنت واشنطن أنها قد تقوم بفرض عقوبات عسكرية على أنقرة بسبب تلك الصواريخ وتتمثل العقوبات بوقف مؤقت للمساعدات العسكرية لتركيا ومنها وقف تزويدها بمقاتلات F-35 متعددة المهام لكن الأزمة بين الحليفين اللدودين ليس مردها شراء الأسلحة أو بيعها بل تعود إلى تباين في ملفات إقليمية عدة أهمها دعم واشنطن لأكراد سوريا والعمليات العسكرية التركية في مناطق الأكراد السوريين والتي تثير حنق واشنطن وتحوز رضا موسكو عمليات وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيعها في المستقبل في سوريا ستوسع تركيا من نطاق عملياتها ضمن درع الفرات وغصن الزيتون لتنظيف الحدود من المنظمات الإرهابية ولقد حطمنا بهذه العمليات ممر الإرهاب الذي حاولوا تشكيله على حدودنا الجنوبية تعزيز أنقرة لوجودها العسكري في شمالي سوريا درعا للخطر الكردي قد يدفعها إلى التقارب أكثر فأكثر مع موسكو وذلك على حساب علاقاتها مع الغرب لتجري سفن الطموحات التركية بما تشتهيه رياح الضرورات العسكرية والأمنية التي تفرضها أزمات الإقليم على الواقع التركي ترجمة نانسي قنقر